سبع شركات صينية من أكبر شركات في العالم قبدت اهتمام شديد جداً أنها تيجي سواء تنقل مصانحها أو تعمل توسعات لها هنا في مصر بحجم استثمارات 5 مليار دولار في خلال الثلاث سنين الجاي ومع اكتمال هذه المصانع هتبقى بتنتج سنوياً 8 مليار دولار طبعاً الحقيقة ده كان من خلال التفاوض مع المنطقة الاقتصادية وإحنا بالفعل النهاردة وأنا يعني بلغت الرئيس الشركة رئيس المنطقة أننا حقابل بنفسي رؤساء الشركات دول أنهم حيبدأوا من الأسبوع الجاي ييجوا مصر عشان يقدروا أنهم يعملوا معنا الاتفاقيات النهائية ده أنا بأكد عليه أن احنا كدولة النهاردة بنشتغل بدأب شديد جداً على موضوع الصناعة حوافز وإعفاءات وإجراءات تيسير للحصول على الأراضي والرخص موضوع الرخصة الزهبية كل ده الدولة المصرية بتعمله علشان حتى قدامنا فطورة الاستيراد إزاي كسرها وإزاي أزود صادراتي وعظم من العائد بتاعتها